شراكة جديدة بين شركة انتل وبين شركة فورتنات لح ناخد من وراء حزمة خرافية جداً اللي زاهرة امامكن يلي هي عبارة عن غلايدر وسكن وبيكاكس انا لحلمك ان شاء الله بهذا الفيديو كيف تاخد السكن بشكل كامل لو انت معالجك من احد الانتل اللي انا لحقلكن عليها اللي هنم من الاجيال التاسعة والعاشرة لحقلكن عليها بالتفصيل وكيف تاخد وكيف تجير من الموقع فبتعرف اللايك اول شي مشان يوصل المقطع لكل مكان لانه بفيدني جدا ولو حابتدي عندي بالقاتل مش ابني وتسعة اللي زاهر امامك ويلا مع بعض فعلا والله بسكنة بالارضية وفيديو جديد شو الموضوع اللي صار معنا بالنسبة لشراكة انتل وشركة فورتنات الموضوع اللي جديد اللي صار معنا اللي هي الحزمة اللي زاهرة امامكن يا شباب الموضوع اكتير بسيط الحزمة حلوة والسكن حلو وبتاخد بيك اكس وكلادر والسكن بشكل كامل وبشكل مجاني طيب يعني ما انت بقدر لحق جيب الحزمة طبعا هذا السؤال اللي هنسألوك كل ما اعمل فيديو عن شراكة بيكون هذا السؤال اللي بنسأل لانت بقدر ضل حتى تقدر اخد الحزمة الموضوع هاد لحيضل معنا ان شاء الله لتمانة وعشرين اتنين الفين وواحد وعشرين يعني لسه معك تقريبا اربعة شهر او ثلاثة شهر بالمختصر يعني لحتى تقدر تاخد الحزمة يعني معك ثلاثة شهر لتقدر تاخد الحزمة يومت معناه عشرين اتنين الفين وواحد وعشرين هذا هو الموضوع يا شباب شركة انتل فورتنات عملوا الشراكة واعطوك هدية انك انت لو انت كنت من اصحاب الانتل طيب شو الانواع اللي انت بيخليك او يمديك انك انت تاخد هذا الاسكن وتاخد هاي الحزمة طبعا الانواع كتير وبده كتير شروح وبده كتير حكي مثل محالك انتل طبعا اي امامك انتل طبعا الانتل طبعا اي اتر مدك امامك نحن حاسم لك اهم بالنسبة الانتل طبعا الانتل طبعا الانتل طبعا الانتل طبعا اي اترى على اي اترى تحتي massimaingers للإدعش 45G7 هدول هنه اللي تظاهرين امامك وانا طبعا عم بترك لك ياهن شوي لحتى انت تقرأ وتحاول تشوف لو انت معالجك من احد هدول معالجة طيب من الانتل Core i7 معك من ال 9700 ومعك انت ونازل للإدعش 85G7 هدول هنه للارقام بالنسبة للانتل Core i7 هدول هنه هترك لك ياهن كمان شوي تشوفهم ومشان انت تشوف لو معالجك بيناتهم واخر شي الانتل Core i9 اللي هو 9880 اتش معك طبعا للعشرة وهذا الرقم خيالي جدا طبعا ما احكي لان الصراحة الله يرزق اللي معه هيك معالج لان هذا المعالج خرافي جدا فهدول هنه بالنسبة لانتل Core i9 اللي ظاهرين امامك وبرجع لكم طبعا هدول هنه كل المواصفات وكل الشخص لازم يكون عنده احد هدول معالجات اللي ظاهرين امامكم وظهروا امامكم لحتى تقدر تحصل اللي سكين لو انت كان معالجك من احد هدول اللي انا هلأ ذكرتهم كل اللي عليك الموضوع كتير بسيط لحنتين مع بعض على الصورة وارجيكم شو بدنا نساوي من داخل الجهاز او داخل الكمبيوتر طبعا هلا من داخل الكمبيوتر يا شباب انت لازم تعمل خطوات بسيطة جدا اول شي هذا الرابط موجود تحت بالوصف والتعليق المثبت طبعا بتفوت عليه اللي هو تبع شركة انتل كل اللي عليك انك انت لو عندك ايميل تتعمل سجين انه بواسفورد والكود والقصص انك انت عندك ايميل طبعا 99.9% من الناس اللي هم شاهدوا هذا المقطع امكان ما عندهم ايميل مسلا عن شركة انتل اموم التنبين بهذا الموضوع فانت بتعمل كريت بتكبس على اليمين كريت هون بقى بيطلب منك ايميل بيطلب منك تأكد الايميل بيطلب منك باسفورد وبيأكد منك هون تأكيد الباسفورد وبيطلب منك هون الاسم الاول والاسم الاخير والكانتري اللي هو الريجون وبعد منها رقم الموبايل والنمبر كودر البلد يعني пош timing وابت النمبر طلب منك ابرس فانا symptony خمسار ووضع تمام صار وقومتesti بتار George بساسفورد الصراحة باسفورد اخض مني وقت كثير لأن الشركة لم تتقبل بأى باسفورد اط letzten فانا اضطرت جيب باسفورد صعب كثير لح تقدر التقبل الشركة بعد ما jeuس chilcc الاسم الباسفورد اخض مني وقتل لنشركة لم يهم أي باسفورد لازم باسفورد يكون بأرقام ومغ asta فاتنا بعد ما جمس اطessential لهذا الايميل اللي انت عملته على شركة انتيل تعمله تصديق وبعد منه بتفوت على الايميل تبعك. هلا انا لحاخد الايميل اللي ايجاني على الايميل تبعي على الجيميل تبعي وبعد منه فوق. متل مزارة ممكن هذا هو الجيميل. ايجاني عليه هذا الايميل اللي هو انك لازم تعمل في ايميل انك انت تصدق الايميل. بتكبس على هاي العلامة. وخلص انت هيك الايميل تبعك تصدق ووضعك بالسليم. بعد ما صدقنا الايميل والوضع تمام واخدنا الايميل اللي ايجاني على جيميلي اللي انا حضرت عليه ايميلي نيمو هيك الوضع تمام صار عندي هلا بعد مننا بنعمل سجن ان على الايميل نفسه اللي انا عملت عليه طبعا هذا الموضوع كله واخد معي وقت كتير لاخده الباسفورد. هلا بعد ما عملنا الاكاونت ودخلنا وعملنا سجن ان والوضع كله تمام. هلا بيدخلك على هي الصفحة لازم هي الصفحة لانه انت لازم تفوت على الراوط اللي احنا طلع كابل وصف مش هندغل تفوت على هاي الصفحة مباشرة وما تتعزب وتضيع بالموقع. طبعا بعد ما احنا عملنا الوضع تمام بيطلع امامك هاي الصفحة اللي ظهرت امامك. هون بتعمل ريدم اوفرد. بطا ما انت قبست عليها لهي الكبسة. بحاولك عن صفحة ثانية بيقلك هل انت معك مفتاح او رمز يعني مفتاح. تقبس له هون انت خلاص. بطا ما عملت له بيقلك هون انه شنوع المعالج تبعك وعلى شو انه بتحط له بي سي بتحط له مثلا انتل core i5 مثلا. وبتحط احد هدول المعالجات اللي انا هلا اذكرتهم. انا هدول نفسهم اللي هلا اذكرتهم موجودين من 9600 لعندك للعشرة ميتين. هدول هن المعالجات الموجودين اللي انت لازم بياخد عليهم للسكن. كل هدول نفسا اللي انا هلا اذكرت لكم ياهن قبل شوي. مسلا انت كان معالجك موجود بيناتهم بتكبس هيك عليه. انا خايف اعمل شي لانه اصلا ما عندي معالج انتل يعني. بتعمل كنتنوا هون بدا ما انت عملت كنتنوا فانا لحاول ايجي معكم خطوة بخطوة قدرا مستطاع يعني انا اصلا ما عندي معالج. ولكن هو الصح والمزبوط انك انت بتستنى الموقع بعد ما تكبس كنتنوا وتحط نوع المعالج وكل شي تبعا هيك. بتستنى الموقع لحتى يقرى معالجات او يقرى مواصفات جهازك. بتا ما ارى مواصفات جهازك تعمل له ان انت وضعك تمام وهو يعرف انه شو مواصفات جهازك وبيعطيك اداة بتحملها بيعطيك اللي سكن وهيك انت وضعك تمام. هيك انا بكون شرحت لكم كل شي. ولحنا حاول مع بعضنك بس هون كنتنوا انه انا خايف اصلا يعني انا يكون مو معالجي فسير شي فمتو شو الفكرة يعني. فالحنا مع بعض انا شرحت لكم شو الطريقة. المفروض انك انت تحمل الادات هون ليك هاي هي الادات. انك انت بتعمل هون ياس. بتقرى القواعد هون كل ياتا. تعمل ياس. بتعمل داونلود اند سكن. بعد ما عملت داونلود اند سكن بتنزل الادات بتحمل فيها شي لزار امامك هي. بعد ما حملتها بعمل قراءة للملفات تبعك وبتحط ايميلك فيها ووضعك تمام بيعرف انك انت عندك هادا المعالج وبتاخد اللي سكن. ما تقدر اكتر من هيك تكمل انا لانه اصلا معالجي مو انتل فما بدي خبز بالموضوع. شكرا لكم يا شباب ولو محتاجين اي شي من بعد هي الادات. اكتبوا لي بالتعليقاتك انا حاولت بساعدكم قدر المستطع. كنت دعم الاتم شبني متساعدة زار امام كون وبرعاية الله.